مرحبا فيكم حبابي برج الجوزاء إذن لبرج الجوزاء نشوف إيش طاقته هاي الفترة شو كيف عاملة رح تكون رح يكون بإيدك خلينا نقول أسلحة أدلة رح يكون في بإيدك كل المؤهلات لأنك تنتصر رح تحقق في أوهام كانت موجودة مش أوهام مخاوف عندك ولكن رح تنتهي هاي المخاوف نتيجة لأسرار رح تطلع لك مش أنت اللي رأسارك رح تطلع لأ أسرار الآخرين في أسرار من حواليك عم تكتشفها ولذلك يعني عم تنتصر على هذا الموضوع في كان عندك مخاوف هواجس معينة ولكن بشوف أنك عم تقضي على هذا الموضوع لأن الأمور رح تبين قدامك رح توضح الأمور فعم تنتهي هاي الطاقة عندك طاقة الأوهام أو المخاوف أو كذا خلص رح تكون مرتاحة أكتر لأنك بتكون خلاص عرفة كل شي خلينا أول شي نفتح بشكل عام بعدين بنشوف العاطفة شو مخبيت لنا شايفيتك يا برج الجوزاء يعني مش عارفة معظم الأبراج عم بتكون كثير عندها توتر كثير عندها لسه مش راسي على بر أول فترة بتكون عم تشتغل كثير ولكن ما في حدا ما في مين يقدر على جميع الأصيدة عم تشتغل كثير عم بتكون يعني بتطور حالك عم تعمل خاصة في العمل ولكن ما عم تلقى نتيجة هذا رح يكون سبب في أنك تبحث على عن عمل جديد شايفتك شايفي فيه أشخاص عم يمسلوا عليك الحب عم يمسلوا عليك إنه هم بدهم مصلحتك ولكن العكس صحيح آخ بهاي الفترة يا جوزة رح تكون يعني رح تعيش كل الفصول إزاي ما بقولوها طلع عندك كرتين اللي هم جميع الفصول هون صيف شتا هون خريف سبتمبر رح تشهد خلينا نقول مشاعر من كل الأنواع يعني زي تناقضات زي فيه أمور رح تكشفها رح يكون فيه عندك اللي هو من يعني كيف بيكون عندنا الفصول الأربعة مختلفة تماما عن بعض بما إنه بالشهر هذا اللي عم نحكي عنه فيه أربع أسابيع ممكن نقسمهم يعني هذا اللي أنا بفهمه من الكروت ممكن نقسمهم إنه كل أسبوع رح يكون شكله غير عن الثاني تماما فرح تبلشها فيه يعني الوضع رح يكون مقلوب رح تحس إنه الأمور عم تمشي لضدك ولكن فيه يعني بالأسبوع الثاني وبعدين بالفترة اللي بعد الأسبوع الثاني اللي هي أسبوع الثالث والرابع رح يكون لا العكس تماما رح يكون فيه عندك يمكن فرصة عمل جديدة فيه عندك ترقية في العمل نفسه ولكن أنا يعني بحس إنه كتير من الجوزاء عم بيغيروا عملهم كمان عم بتحاول تعرف شو ليش هاي الأمور بتصير ليش التقلبات بتصير طول الوقت رح تكون تفكر بهذا الموضوع أنا بقول لك ما تفكر خلص يعني امشي في الأمور وما تفكر لأنه نهايتها سعادة مبين عندي يعني السعادة طاغية على الكروت فمبين إنه بالعكس اللي بدك يا رح يسير من ناحية العمل والمال شايفي فيه خير كتير جاي عالطريق ولكن بدها صبر أول شي بدنا نصبر وبدنا فأنا بشوف فيه عندك يعني يعني شكل هذا الشهر ما بيشبه بعضه كل فترة من هذا الشهر عم بتحس بتناقض بكزا آآ من أقصى الممكن تكون سلبية لأقصى الإيجابية من أقصى الإيجابية لأقصى السلبية ولكن الأمور كلها عم تمشي لمصلحتك لأنه الكروت طلعت مش مقلوبة الكروت يعني واقفة فأنا بشوف لا الموضوع عم بمشي لمصلحتك آآ شايفي هون شايفي هون إنك أنت عم تحصل على شي عم بتجمع يمكن فلوس عم بتكون الحياة وردية آخر الفترة آآ هون أنا شايفي كمان قصر أو بيت ممكن يكون بيت الزوجية أو رح يتغير سكن ممكن تكون أنت بتفكر بسكن أكبر أو سكن فأنا شايفي هذا السكن الجديد كتير رح يرحك نفسيا عم بتفكر بسكن جديد عم بتفكر حتى الفيل بعض منكم عم بيفكر تغيير البلد كلها أو المدينة نفسها ففي تغيير أنا شايفي على هذا الصعيد هاي الكروت مشكلتها ما بتقبع في هذا الكرت بشوف إنه أنت عم تغفر لناس أزوك ولكن من جوه ما عم تنسى عم بتحاول تطلق طاقة يعني إيجابية ناحية هدول الأشخاص يمكن عشان تحصل على طاقة إيجابية بشكل رهيب آآ شايفي في نصر في انتصار في تحضير لانتصار ممكن يكون ممكن الانتصار ما يكون بهذا الشهر لأنا شايفي أنا تح يعني بداية أو بشائر خير في هذا الموضوع في موضوع أنت عم تستنى يا عمل جديد يا علاقة عاطفية يا زواج آآ ممكن يكون زواج لأنه في النهاية في برضو طلع عنا نفس القصر أو نفس البيت اللي موجود في الكرت اللي بجنبه في هذا الكرت عم بشوف في نوع من العدائية حواليك ناس بيحاولوا انهم يعادوك بيحاولوا انهم يضروا آآ فيك أكتر اشي ممكن يكون على صعيد اجتماعي أقارب آآ عمل في ناس عم بتحاول توقعك ولكن لا انت فاهم كل الموضوع وما عم يأسر هذا الاشي على مستقبلك أو على آآ يمكن هدول الاشخاص عم يتواصلوا مع ناس آآ واصلين يمكن آآ مع المدير نفسه يمكن يكون هو المدير اللي أنا عم بحكي عنه ولكن بشوفك يعني عم تطلع للناحية الثانية عم تهمش الكل عم يعني يعني عامل حالك مش شايف شي ولكن انت فاهم كل الموضوع هون بشوف وفرة مالية بشكل عام مش بس آآ إلك ممكن تمتد لأجيال شايفي في عندك نجاح في العمل مش بس بس بهذا الشهر بكل الأشهر الجاي خلينا نقول لمدة سنة بعد سنة بنفتح بنشوف شو فيه آآ يعني بتمتد هاي الطاقة هادا الكرت لأكتر من شهر لشهر آآ بتشوف انك آآ أكتر تركيزك على آآ أطفالك اذا كان اذا كنت متزوج أو على يعني اخوي يكونوا أصغر منك أو آآ عم تعطف عليهم آآ يعني آآ عم هذا الوفرة المالية عم بيحس فيها اللي حواليك مش بس انت يعني عم تكون كريم عم تفكر بغيرك أكتر آآ من حالك آآ شايفي فيه تقدم من ناحية المال آآ هون شايفي انه شو فيه برج الجوزاء هادا الكرت كتير حلو آآ فيه أمور كانت فيه في الماضي في آخر الأشهر اللي مضيت آآ فيه موضوع كنت استناه كتير 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 حسيت انه معجد انه يصير ولكن هو عم يتحقق شوي شوي وانت مش عارف يعني عم يتحقق بالتدريج آآ النتيجة رح تشوفها قريبا لما انه فاتحين على هذا الشهر فالنتيجة ان شاء الله بتشوفها هذا الشهر خلينا نفتح عاطفيا لبرج الجوزاء شو فيه عاطفيا لهذا الشهر بينت عنا العلاقة الثلاثية لسه ما كملنا الورق وبينت بكرتين فيه شي فيه علاقة ثلاثية عم بتكون كتير واضحة شايفي عندك يا برج الجوزاء للأسف فيه عندك مشكلة بتاكر القلب ممكن تكون فعلا حقيقية يعني ممكن تكون اللي هي طاقات سلبية سحر عين حسد ممكن تكون من ناحية معنوية قلبك مجروحة كتير عم بتحس بالغدر عم تستنى كارمة معينة عم بتكون كمان فيه لبعض منكم مش حاقد يعني فيه طاقة غضب كبيرة يعني جوه قلبك مخليها نتيجة طبعا ممكن تكون علاقة ثلاثية او اي عائق في هاي العلاقة خلينا ناخد كرتين كرتين كل كرت ايش فيه فهذا الكرت كتير مهم طفالنا الشمعة فخلينا نشوف ايش هو شايفي فيه هون انتصار في العلاقة العاطفية شايفي فيه طبعا القراءات العاطفية حبايبي يعني كل برج عن بعيدها ممكن تكون عكسية شايفي انه اللي عمل غلط في العلاقة مهما كان انت او الطرف التاني عم ياخد جزاؤه فانت على الاغلب كنت عم تحلم بأشياء كنت بتحسها انه مستحيلة كنت بخيالك تفكر بهاي الاحلام الوردية ولكن عم بتتتوج يعني عم بتتحول لحقائق هاي الامور كمان شايفي فيه قرار مهم رح تتخذه في الحياة العاطفية هاد القرار انا بشوفه اكتر اللي هو تقارب والتقاء وتطور للعلاقة اكتر من انه بعد هلا الناس اللي بناتهم كتير مشاكل وللمتزوجين اللي كترة المشاكل بناتهم اخر فترة في احتمالي ياخد قرار برج الجوزاء بالطلاق او انه يفكر بالموضوع او الطرف التاني عم بيفكر بالموضوع ولكن بهذا الشهر ما فيه يعني ما فيه اللي هو الطلاق او انفصال او كذا وللمرتبطين نفس الشي عم بشوفك بتحقق خلينا نقول كل امنياتك كان في عندك امنيات ممكن تكون صغيرة اللي هو انت من النوع القنوع يعني بتقتنع وبتكون سعيد باصغر الاشياء بتعرف كيف تستمتع في الحياة برج الجوزاء مع انه البعض يعني بيقولولي انه حظهم قليل من برج الجوزاء بس انا بشوف مع الوقت مع الصبر عم تتحقق مش شغلة كبيرة ولكن عشان توصل لهاي الشغلة الكبيرة عم بيصير فيه احداث عم تتحسن اول باول وعم توصلك اخبار بتفرحك لما انه فتحنا العاطفة رح يعني تكتشف انه الحبيب فعلا بيحبك كل الحب في نهاية العلاقة ثلاثية فكرتين شايفيتك عم تتحدى عم يعني من بعد خلينا نقول تعلق كبير فيه وتفكير طول الوقت وتعب نفسي طول الوقت ومجاهدة يعني في الموضوع شايفيتك كتير تعبان بالعلاقة العاطفية كنت في شي رابطك في الموضوع اما تفكيرك او الادمان على الشخص التاني في اشي يعني ما عم بيخليك او انه انت مترابط معه روحيا بطريقة رهيبة فما عم تقدر تنسى هذا الموضوع ممكن القراءة تكون عكسية وممكن الطرف التاني عم بيحس بهذا الموضوع هون كمان عم بشوفك تترك العلاقة الثلاثية ليش عم بقول انه تترك العلاقة الثلاثية لانه النصر والتحقيق جميع الامنيات اجت بجنب العلاقة الثلاثية فانت اكيد يعني بدك تكون تخلص من العلاقة الثلاثية وفيه انتصار بهذا الموضوع عم تنتهي العلاقة الثلاثية او على مشارف هذا الموضوع على مشارف الانتهاء رح تكون شايفي فيه ناس كتير غدروك كتير تحملتهم كتير فيه ظلم كبير كبير لبرج الجوزاء بالفترات الماضية ولكن هذا اجاب جنب كرت النصر فانت رح تنتصر كمان على هدول الاشخاص فيه عندك انتصارات كتير هاي الفترة يا برج الجوزاء ولكن رح تكتشف غدر معين من اشخاص خلينا نقول مش بالعلاقة العاطفية هون بشوفها اكتر من الاقارب من زملاء العمل عم تنغدر منهم وعم بتحقق برضو هون انتصار ما بعرف عندك كتير انتصارات ولكن من بعد تعب من بعد تشويش من بعد عناء وكأنك رح تحصل على الشغلة ولكن يعني بتعب بجهد اذا عاطفيا بشكل عام بشوف انه انتهاء فيه للعلاقة الثلاثية او بداية لانتهاء هذا الموضوع شوي شوي عم يختفي بشوفك ممكن انه تتأخر امورك في العلاقة العاطفية نتيجة ممكن يكون طاقة سلبية موجودة عندك ذكرناها لانه الكرت هنا طلع مقلوب بتاكر القلب عم بشوف عندك انتصار على اكتر من شكل على اكتر من نوع الطاقات هي مائية بامتياز عم تكون ترابية وعم بتكون هوائية اذا ان هذا كان لبرج الجوزاء طب خلينا نشوف اذا فيه نصيحة او اي شي من بيقولك انه تشارك همومك مع الثانين ما تضلك هاكل الهم لحالك وكأنك حامل حمول الدنيا كلياتها ومكتم ما بدك تقول لحد عن مشاعرك ما بدك هلأ ممكن تفضفض للناس اللي كتير قريبين منك ما بنصحك تفضفض للناس اللي هم زملاء العمل وكذا لا يعني شخص من العائلة شخص موثوق فيه مية بالمية ممكن انك تستعين فيه عم بشوف عندك كبرياء عالي يعني ما بدك انه حدا يعرف انك انت مكسور او انت شوي تعبان او كذا هذا الكرت عم بيقولك لا يعني اعمل شيرينج في هذا الموضوع شارك هذا الموضوع مع المقربين بيخفف عنك اكتر كمان اطلب المساعدة يعني مش يعني برج الجوزاء ما بطلب المساعدة بسهولة من حدا يعني دائما بيعتمد على نفسه حتى لو كان مش قادر بيظله معتمد على نفسه فبيقولك يعني خفف من هذا الموضوع استعين بالاشخاص لانه يعني الاشخاص اه ممكن يساعدوك في تحقيق امنيتك في اه او يخففوا عنك فبس بيقولك اترك هاي العادة او شوي يعني خفف منها لهذا الموضوع ازا برج الجوزاء بدك تكون شوي صبور الجوزاء من الابراج الكتير زكية يعني في موضوع كنت مكتم عليه كنت عم تعمله بكتمان ما عم تحكي للناس عنه اه في سبيل انه يعني يزبط او ما يزبط فهو رح يزبط يعني ورح تعلن هذا الاشي ورح تحتفل فيه فحلو شو هادا الاشي ما بعرفو انتو بتعرفو اكثر لانه هاي اوراكلس مش كروت عادية اه حباعدي برج الجوزاء بشوفكم ان شاء الله بالبيديو الجاعة اشتركوا في القناة